وحيث هناك تحديات التي تواجه الفطاعة الزرافة وشتاء وحالات التهريد المستمرة من أغلاق التام من قبل الإسرائيليين لتوريد البيض باتجاه الداخل هو أحد الأسباب المشكلة الرئيسية لأنه فيه عندنا إنتاج أعلى من حاجة السوق تقريباً عندنا إنتاج أكثر من ثلاث أضعاف حاجة السوق هناك محاولات لحل هذه المشكلة يعني الوزارة في عندها توجه ويخفف من هذه المشكلة تقريباً يعني فيه قريباً سيتم حسب ما فهمت من وزارة الاقتصاد أن هناك فيه ترتبات بتجاه توريد الخارج تقريباً يعني بنسبة 20% من إنتاج المحلة هذا سيخفف إن شاء الله إذا تقلل بالنجاح هذا التوجه وبحاجة هذا التوجه لتعاون مع كبار التجار البيض لأنه يعني بدناش يكون فيه فهم خاطئ عن هذا الموضوع أنه ليش بتم توريده من هذا التاجر أو من ذاك المهم إحنا نخفف من الكمية الموجودة في السوق لأنه كل ما خففنا من الكمية الموجودة وكل ما كان هناك فرصة لبتبقى بيكون ارتفاع أسعاره يعني إحنا ليس على حساب المستهلك ولكن أيضاً نريد المنتج أن يستمر المجتمع مع كافة مؤسسات محافظة طول كريم وعلى رأسها عطوفة محافظة طول كريم لبحث هذا الموضوع مع الإخوان كمان أصحاب المزارع الدواجن سواء البيض أو اللاحم هذه المشكلة قديمة حديثة وإحنا نتأمل اليوم إن شاء الله نلقى حل جذري لإلها حقيقة هذا القطاع إحنا لازم نحافظ عليه اتوجهونا طبعاً كثير من هذا القطاع من فترة يومين ثلاثة إنه فيه عنده مشكلة كبيرة اللي هي انخفاض أسعار البيض في الأسواق وهذا الحكي بحث ذاته بيعرضهم لخسائر فادحة لأنه هناك فيه التكلفة على هذا الانتاج بشكل عام وهذا القطاع بشغل كثير من الأيدي العاملة وهذا الإشي اللي إحنا بأثر علينا بشكل كبير إنه دوماً إحنا بنحاول إنه نشغل الناس قديش بنقدر يكون فيه هناك عمالة حقيقية وليس بطالة بخفف المشكلة التصدير بس بهنا هل إحنا بنقدر ننافس الأسواق المجاورة العربية لأنه عندنا سعر الصوص أغلى ثاني إشي تكلفة العلف طون العلف مثلاً بالأردن حوالي 700 شكل طبعاً عندنا هون حوالي 1200 شكل أنا كرتونة البيض هون بتكلف على إنتاج نسبة عالية حوالي 11 شكل فإذا بننصدر أكل إشي يعني مع أجرة نكل بدنا حوالي 12 شكل هل بنقدر ننافس في هاي النقطة؟ خسائر كبيرة أجت لأنه عندنا أول إشي ضربنا مرض اسمه نيوكسل شايف نسبة الإنتاج بكت حوالي 94% نزدت لحوالي 10% وكعدتها رجعت لـ 80% حوالي 50 يوم 50 يوم ونتي تدفع من جيبتك حالياً كرتونة البيض شايف بتنباع من 5 إلى 6 شكل وهي بتكلفنا 11 شكل يعني كل يوم الواحد بخسر نص المبيعات بدك تدفع حالياً ترجمة نانسي قنقر